أخذ يجري بسرعة والأسد وراءه يزأر وعندما أخذ الأسد يقترب منه رأى الرجل بئرا قديمة فقفز الرجل في البئر وأمسك بحبل البئر الذي يسحب به الماء وأخذ يتمرجح داخل البئر وعندما أخذ أنفاسه وهدأ روعه وسكن زئير الأسد وإذا به يسمع صوت فهي حثعبان أسفل البئر وفيما هو يفكر بطريقة يتخلص فيها من الأسد والثعبان إذ بالمفاجأة فأران أحدهما أسود والآخر أبيض يقرضان الحبل حتى أوشك الحبل أن يتقطع ويتمزق فأخذ الشاب يهز الحبل بيديه بغية أن يذهب الفئران لكن لا جدوى والحبل أوشك على الانقطاع لكن العجب يا عمي أن هذا الشاب وجد عسلا على الحبل وبدأ يتذوقه فأعجب بطعمه ونسي الفأرين والأسد والثعبان فقال لي عمي ما هذا الشاب المجنون الحبل سينقطع وهو يتذوق العسل فقلت يا عم الرجل هو أنت والأسد هو الموت يلاحقك كما يلاحقنا والثعبان هو القبر ينتظرنا لا محالة والفأران الأسود والأبيض هما الليل والنهار يقصان حبل عمرك حتى ينقضي والعسل هو الدنيا يا عمي وملذاتها فمن حلاوتها أنستك أن وراءك موت وعساب ذهب عمي وعاد من الغد فرأيت وجها لعمي قد عانق الإيمان قلبه حتى توضأ وتوجه للمسجد بل جاوز ذلك أن صلح أولاده بل العجب أن عمي قد جاوزنا بدلا وصدقة وبناء للمساجد بل يسابقنا على الصف الأول فهنيئا له فاللهم ارزقنا وكل من سمع ونشر المقطع طول عمر وحسن عمل حتى نصل للجنان ورضى الرحمن وصلى الله على حبيبنا محمد بعدد من آمن وحسن